بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الرابع والاربعون من دروس تفسير سورة النساء للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات السادسة والسبعين والسابعة والسبعين والثامنة والسبعين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما بين وجوب الجهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد بل العبرة بالقصد والداعي إنما الأعمال بالنيات والجهاد عمل فالعبرة بالقصد والداعي فالمؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله المؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوت وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه في فعله رضا غير الله عز وجل فهو في سبيل الطاغوت لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت وجب أن يكون ما سوى الله عز وجل طاغوتا ثم إنه تعالى أمر المقاتلين في سبيل الله بأن يقاتلوا أولياء الشيطان وبين أن كيد الشيطان كان ضعيفا لأن الله عز وجل ينصر أولياءه والشيطان ينصر أولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله تعالى لأوليائه ألا ترى أن أهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الده وإن كانوا حال حياتهم في غاية الفقر والذلة وأما الملوك والجبابرة فإذا ماتوا إن قرض أثرهم ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا ظلمهم والكيد معناه السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال عليه يقال كاده يكيده إذا سعى في إيقاع الضرر على جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال كان في قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا فائدته التأكيد لضعف كيده يعني أن الشيطان منذ كان كان موصوفا بالضعف والذلة ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية السابعة والسبعين وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة فقال في الآية مسائل المسألة الأولى هذه الآية صفة للمؤمنين أو للمنافقين فيها قولان إذن هذه الآية صفة للمؤمنين أو صفة للمنافقين فيها قولان الأول أن الآية نزلت في المؤمنين قال الكلبي نزلت في عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن مضعون وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجروا إلى المدينة وكانوا يلقون من المشركين أذى شديدة فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إئذن لنا في قتالهم ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والزكاة فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم فأنزل الله هذه الآية واحتج الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاجوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم كفوا أيديكم عن القتال هم الراغبون في القتال والراغبون في القتال هم المؤمنون فدل هذا على أن الآية نازلة في حق المؤمنين ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم أنهم مؤمنون وأنهم يريدون قتال الكفار ومحاربتهم فلما أمر الله عز وجل بقتال الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا يقولونه القول الثاني أن الآية نازلة في حق المنافقين واحتج الذاهبون إلى هذا القول احتجوا بأن الآية مجتملة على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين فالأول أنه تعالى قال في وصفهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق المؤمن لا يخشى إلا الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله لا يخشى في الله لو متى لائم لذلك يقول الإمام أول الأوجه التي احتج القائلون بأن هذه الآية نزلت في المنافقين أول الأوجه أنه تعالى قال في وصفهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق لأن المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى والثاني الوجه الثاني أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وهذا يدل على الاعتراض والاعتراض على الله ليس إلا من صفة الكفار والمنافقين الثالث أنه تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة وذلك من صفات المنافقين وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحد وهو أن حب الحياة والنفرة عن القتل من لوازم الطباع فالخشية المذكورة في هذه الآية محمولة على هذا المعنى ومن ثم يمكن أن يتصف بها المؤمن وقولهم لما كتبت علينا القتال محمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الإنكار لإيجاب الله تعالى وقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل مذكور لا لأن القوم كانوا منكرين لذلك بل لأجل إسماع الله تعالى لهم هذا الكلام مما يهون على القلب أمر هذه الحياة فحينئذ يزول من قلبهم النفرة عن القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوي فهذا ما في تقدير هذين القولين والله أعلم يقول الإمام والأولى حمل الآية على المنافقين لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ولا شك أن هذا من كلام المنافقين فإذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن في تفسيرها ثم المعطوف نزل في المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليه فيهم أيضا المسألة الثانية دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدما على إيجاب الجهاد وهذا هو الترتيب المطابق لما في العقول لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر الله والزكاة عبارة عن الشفقة على خلق الله ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد المسألة الثالثة قوله كخشية الله مصدر مضاف إلى المفعول لأن المعنى يخشون الناس كما يخشون الله فالمصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف والتقدير يخشون الناس كخشيتهم الله يخشون الناس كخشيتهم الله المسألة الرابعة ظاهر قوله أو أشد خشية يوهم الشك وذلك على علام الغيوب محال وفيه وجوه من التأوين الأول المراد منه الإبهام على المخاطب بمعنى أنهم على إحدى الصفتين من المساوات أو الشدة وذلك لأن كل خوفين فأحدهما بالنسبة إلى الآخر إما أن يكون أنقص أو مساويا أو أزيد فبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من خوفهم من الله تعالى بل بقي إما أن يكون خوفهم مساويا أو أزيد فهذا لا يوجب كونه تعالى شاكا فيه بل يوجب إبقاء الإبهام في هذين القسمين على المخاطب الثاني أن يكون أو بمعنى الواو والتقدير يخشونهم كخشية الله وأشد خشية وليس بين هذين القسمين منافا ليس بين هذين القسمين منافا لأن من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة الثالث أن هذا نظير قوله وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني أن من يبصرهم يقول هذا الكلام فكذا هاهنا والله أعلم قلت ويجوز أن تكون أو للتنويع يعني أن منهم من يخشاهم كخشية الله ومنهم من يخشاهم أشد خشية من خشية الله ذكره ابن عادل في اللباب ثم قال تعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إنما قالوا ذلك لاعتراضا على الله لكن جزعا من الموت وحبا للحياة وإن كانوا منافقين فمعلوم أنهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى كاتبا للقتال عليهم فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم في زعم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي دعواه ثم قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهذا كالعلة لكراهتهم لإيجاب القتال عليهم أي هل لا تركتنا حتى نموت بآجالنا ثم إنه تعالى أجاب عن شبهتهم فقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وإنما قلنا إن الآخرة خير لوجوه الأول أن نعم الدنيا قليلة ونعم الآخرة كثيرة والثاني أن نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة مؤبدة والثالث أن نعم الدنيا مشوبة بالهموم والغموم والمكاره ونعم الآخرة صافية عن الكدرات والرابع أن نعم الدنيا مشكوكة فإن أعظم الناس تنعقما لا يعرف أنه كيف تكون عاقبته في اليوم الثاني ونعم الآخرة يقينية وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة على الدنيا إلا أن هذه الخيرية إنما تحصل للمؤمنين المتقين فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو قوله لمن اتقى وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ثم قال تعالى ولا تظلمون فتيلا وفيه مسائل المسألة الأولى قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يظلمون بالياء على أنه راجع إلى المذكورين في قوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا والباقون بالتاء على سبيل الخطاب ولا تظلمون بالتاء على سبيل الخطاب ويؤيد التاء قوله قل متاع الدنيا قليل فإن قوله قل يفيد الخطاب المسألة الثانية قالت المعتزلة الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم الثواب وإلا لما تحقق نفي الظلم وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لا يفعل وإلا لما صح التمدح به ولم يذكر الإمام جوابا على قول المعتزلة والجواب أنه تعالى نفى عن نفسه النوم فقال لا تأخذه سنة ولا نوم مع أنه لا يصح النوم عليه فكذا ها هنا المسألة الثالثة قوله ولا تظلمون فتيلا أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم مثل فتيل النواء وهو ما تفتله بيدك ثم تلقيه احتقارا وقد مضى الكلام فيه ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الثامنة والسبعين وهي قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فقال المقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى الله عز وجل عنهم أنهم عند فرض القتال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ويقولون ربنا لما كتبت علينا القتال فقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت فبين تعالى أنه لا خلاص لهم من الموت والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة فإذا كان لابد من الموت فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا يكون كذلك ونظير هذه الآية قوله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا والبروج في كلام العرب هي القصور والحصون وأصلها في اللغة من الظهور يقال تبرجت المرأة إذا أظهرت محاسنها والمشيدة معناها المرتفعة وقرئا ولو كنتم في قصور مشيدة قال صاحب الكشاف مشيدة من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد مشيدة من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الجص وقرأ نعيم بن ميصر مشيدة بكسر الياء وصفا لها بفعل فاعلها مجازة ولو كنتم في بروج مشيدة وصفا لها بفعل فاعلها مجازة كما قالوا قصيدة شاعرة وإنما الشاعر قائلها الجمهور على مشيدة بفتح الياء اسم مفعول ونعيم بن ميصر بكسرها نسب الفعل إليها مجازا كقولهم قصيدة شاعرة والموصوف بذلك أهلها وإنما عدل إلى ذلك مبالغة في الوصف في قوله قصور مشيدة عدل إلى ذلك مبالغة في الوصف والمشيد هو أهلها قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت غير راغبين في سعادة الآخرة حكى عنهم في هذه الآية خصلة أخرى قبيحة وهي أقبح من الخصلة الأولى وفي النظم وجه آخر وهو أن هؤلاء الخائفين من الموت المتثاقلين عن الجهاد من عادتهم أنهم إذا جاهدوا وقاتلوا فإن أصابوا حسنة واحدة وغنيمة قالوا هذه من عند الله وإن أصابهم مكروه قالوا هذا من شؤم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا من شؤم مصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على غاية حمقهم وجهلهم وشدة عنادهم وفي الآية مسائل المسألة الأولى ذكروا في الحسنة والسيئة وجهين الأول قال المفسرون كانت المدينة مملوئة من النعم وقت مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فلما ظهر عناد اليهود ونفاق المنافقين أمسك الله عنهم بعض الإمساك كما جرت عادته عز وجل في جميع الأمم قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء فعند هذا قال اليهود والمنافقون ما رأينا أعظم شؤما من هذا الرجل يعنون النبي صلى الله عليه وسلم نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم فقوله تعالى وإن تصبهم حسنة يعني الخصبة ورخص السعر وتتابع الأمطار إن تصبهم حسنة قالوا هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة أي جذب وغلاء سعر قالوا هذا من شؤم محمد وهذا كقوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وكقوله تعالى عن قوم صالح عليه السلام قالوا اطيرنا بك وبمن معك القول الثاني المراد من الحسنة النصر على الأعداء والغنيمة ومن السيئة القتل والهزيمة قال القاضي والقول الأول هو المعتبر لأن إضافة الخصب والغلاء إلى الله تعالى وإضافة كثرة النعم وقلتها إلى الله تعالى جائزة أما إضافة النصر والهزيمة إلى الله تعالى فغير جائزة لأن السيئة إذا كانت بمعنى الهزيمة والقتل لم يجز إضافتها إلى الله يقول الإمام رابدا على القاضي القول كما قال على مذهبه أما على مذهبنا فالكل داخل في قضاء الله تعالى وقدره المسألة الثانية اعلم أن السيئة تقع على البلية والمعصية وأن الحسنة تقع على النعمة والطاعة قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقال إن الحسنات يذهبنا السيئات إذا عرفت هذا فنقول قوله وإن تصبهم حسنة يفيد العموم في كل الحسنات وكذلك قوله وإن تصبهم سيئة يفيد العموم في كل السيئات ثم قال بعد ذلك قل كل من عند الله فهذا تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله تعالى ولما ثبت بما ذكرناه أن الطاعات والمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي من الله تعالى وهو المطلوب فإن قيل المراد هاهنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية ويدل عليه وجوه الأول اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة في معنى الخصب والجد فكانت مختصة بهما الثاني أن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني إنما يقال أصبتها وليس في كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى عمل خيرا ليس في كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى أنه عمل خيرا أو أصابته سيئة بمعنى أنه عمل معصية فعلى هذا لو كان المراد ما ذكرتم لقال إن تصيبوا حسنة أو إن يصيبوا حسنة يقولوا هذه من عند الله قالوا ليس في كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى عمل خيرا أو أصابته سيئة بمعنى عمل معصية فعلى هذا لو كان المراد ما ذكرتم لقال إن يصيبوا حسنة يقولوا هذه من عندك الثالث لفظ الحسنة واقع بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة وها هنا أجمع المفسرون على أن المنفعة مرادة فيمتنع كون الطاعة مرادة ضرورة أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معنى إن قيل هذا فالجواب عن الأول أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ والجواب عن الثاني أنه يصح أن يقال أصابني توفيق من الله وعون من الله وأصابه خذلان من الله ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة ويكون مراده من الخلان تلك المعصية والجواب عن الثالث أن كل ما كان منتفعا به فهو حسنة فإن كان منتفعا به في الآخرة فهو الطاعة وإن كان منتفعا به في الدنيا فهو السعادة الحاضرة فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين القسمين متواطئ في هذين المعنيين فزال السؤال فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه ومما يدل على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت في بدائه العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى والممكن لذاته كل ما سواه فالممكن لذاته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستدلال بوجود العالم يقول الإمام فالممكن لذاته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستدلال بوجود العالم وحدوثه على وجود الصانع وحينئذ يلزم نفي الصانع وإن كان الممكن لذاته محتاجا إلى المؤثر فإذا كان كل ما سوى الله تعالى ممكنا كان كل ما سوى الله مستندا إلى الله تعالى وهذا الحكم لا يختلف بأن يكون ذلك الممكن ملكا أو جمادا أو فعلا للحيوان أو صفة للنبات فإن الحكم باستناد الممكن لذاته إلى الواجب لذاته الكل فيه على السوية وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس على أن الحق ما ذكره تعالى وهو قوله كل من عند الله ثم قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وفيه مسائل المسألة الأولى أنه لما كان البرهان الدال على أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى الله على الوجه الذي لقصنا أقول لما كان هذا البرهان في غاية الظهور والجلاء قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وهذا يجري مجرى التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره قالت المعتزلة بل هذه الآية دالة على صحة قولنا لأنه لو كان حصول الفهم والمعرفة بتخليق الله تعالى لم يبقى لهذا التعجب معنى البتة لأن السبب في عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالى ما خلقها وما أوجدها وذلك يبطل هذا التعجب فحصول هذا التعجب يدل على أنه إنما تحصل المعرفة بإيجاد العبد لا بإيجاد الله تعالى يقول الإمام معلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة المده والذمد وقد ذكرنا أنها معارضة بالعلم والداعي المسألة الثانية قالت المعتزلة أجمع المفسرون على أن المراد من قوله لا يكادون يفقهون حديثا أنهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة في هذا الموضع وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه حديث والحديث فعيل بمعنى مفعول فيلزم منه أن يكون القرآن محدثا هذا قول المعتزلة والجواب مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات ونحن لا ننازع في كونها محدثة كما قال البخاري رحمه الله الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري المسألة الثالثة الفقه معناه الفهم يقال أوتي فلان فقه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فقهه في الدين أي فهمه وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الثامنة والسبعين ونقف عند الآية التاسعة والسبعين وهي قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا نقرأ المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين